اشتركوا في القناة القمر مستقر في برج السرطان في منزلة الطرفة وهي منزلة للمضرة والمشاكل وطبعا حكينا ان تأثير القمر لما بيكون موجود في السرطان بنشعر بهاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو بيقلب صور تذكارية او البومات صور مثلا يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا بحيث انه ممكن في هاي الفترة منشعر بحافظ الالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لان حساسيتنا او حساسيتهم بتكون في اوجهة بوسعنا شراء عقار او زرعة نبتة او شجيرة او الانتباه لا اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية رح تتشكل اليوم هي اوجهة زاوية من الزوايا البطيئة اللي الها تقريبا بحدود ست ايام اثرة وراح تأثر تقريبا بحدود الست ايام القادمة كمان هاي الزاوية زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد وزحل فهي بتتشكل في تمام الساعة خمسة وسبعة وعشرين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة بتسبب هاي الزاوية التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من الخيال وبتجعل الواحد شارد في الذهن متقلب في المزاج وبتعرضك لبعض الارهاق وممكن انها تعمل بعض الضرر بالصحة بتدل سياسيا هاي الزاوية بتدل على انتقاد الصحف والجرائد لتراجع المردود في القطاع الزراعي والقطاع الصناعات والمؤسسات الدولية وممكن انها تشهد هاي الفترة اضرابات او احتجاجات لتحسين الاوضاع وخصوصا للايد العاملة او لعمال الميومة وخصوصا ايضا بتركز على قطاع التعدين والمناجم وتحسين اوضاع المتقاعدين الشيوخ الاشياء اللي بهذا السن مثلا ممكن يتم الكشف عن حقائق تاريخية مغلوطة او فساد في بعض مؤسسات الدولة او المؤسسات المالية او في الامن الوطني اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الاخيرة زاوية التتليث ايجابية رح تكون بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة سبعة واثناشر دقيقة صباحا بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فانه اكثر المستفيدون هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بالفن والديكور والتجميل طبعا الزواية الاخرى كلها بتصير بعد حلقة الغد فعشان هيك ما رح نذكرها حتى خلوة المسار رح يكون بعد ساعة يعني بعد مساء الغد فعشان هيك في حلقة الغد ان شاء الله منذكرها ومنذكر انتقال القمر للأسد وحكينا انه عمر القمر اليوم انحسار المربع سبع ايام في تمام الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بصير ثمان ايام نسبة الاضاءة خمسة وثلاثين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى عشرين خمسة المزاج منتحس القمر في السرطان حتى ثلاثين اربع المزاج سعيد حتى ساعات الصباح وبعدين بصير منتحس عطارد في الثور حتى يوم 11 خمسة المزاج ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى يوم 13 خمسة وبعدين تبدأ عملية التراجع مزاج سعيد المريخ في الدلو حتى 13 خمسة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج منتحس زحل في الدلو حتى 11 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج منتحس اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج ممتزج نبتون في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى 14 ومزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا لليوم الثاني بتنهمكو في امور الهاصلة بالبيت والعائلة اهم اشي انو ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على احد افراد العائلة بوسعكو ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم حاذر من التصرف العدائي وما تخالف القوانين والارشادات بتعاني من الارهاق النفسي وممكن تسمع عتاب او لوم بسبب اهمالك او كلام جارح اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انو الامور على مستوى البيت الاول شوي رح يكون المزاج متقلب كمان اليوم يعني بشعرك في نوع من انواع الحدية او التقلب في المزاج ممكن في لحظات تشعر في بعض التعب او بعض الارهاق اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف على مستوى البيت الثاني تقريبا انو الامور بتكون اعلى من روتيني بشوي فبعض الأشخاص اللي من برج الحمل ممكن أنهم اليوم يحصلوا على بعض المزايا المالية أو المساعدات المالية أو بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل أضافي أو استرداد لبعض الأموال أما بالنسبة لبيت الثالث فأنا شايف روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى النقاشات وعلى مستوى الحركة والاتصالات فهي على طبيعتك أما بالنسبة لبيت الرابع فأنا شايف بما أنه القمر موجود فيه فهذا شوي بسوي نوع من أنواع الحدية لأنه زوي التربيع مع برجك فعشان هيك يكون فيه نوع من أنواع الحدية أو التقلب في المزاج على مستوى البيت وممكن تحتد من تصرف أحد أفراد العائلة أو ممكن أنك تنتقد حتى انتقاد لاذع يسبب بعض النفور أو بعض العصبية في منكه رح يهتم في بعض المشتريات أو بعض التصليحات أو الترميمات المنزلية أما بالنسبة لبيت الخامس فأنا شايف أنه النهار بنقسم نصفين النصف الأول بيكون ضاغط لغاية ساعات الصباح يعني بيكون فيه نوع من أنواع الضغط أو فيه نوع من أنواع التوتر أو الحنين أو المحنية أو القلق على صحة أحد الأحبة أما في ساعات ما بعد الصباح بتصير الأمور روتينية لا إيجابية ولا سلبية على طبيعتك بتتعامل بالأمور العاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه من ساعات الصباح بتقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك وممكن تهتم بشؤون صحية وممكن يكون فيه نوع من أنواع الاتصال أو التعاون ما بينك وبين زميل أو رئيس بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي برضو على اليوم الثاني بيصير فيه يعني نوع من أنواع التواصل أو التأقلم ما بينك وبين الشريك ولكن أنه برضو بيكون على حسب الطبيعة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الثامن شوي فيها نوع من أنواع يعني أشياء لها علاقة بالمردودات المالية هي روتينية ولكن البعض ممكن أنه يبحث في الدفاتر العتو زي ما بيحكوها على الديون على متطلبات على ميراث على مواضيع قديمة أشخاص رحلوا من الدنيا جدود أو شغلات زي هيك أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور اليوم أقل برضو في عملية التواصل يعني الشغل في عملية الاتصال والتواصل مع أشخاص خارج البلاد يعني بتكون قليلة على حد مثلا مختصر على العلاقات القوية جدا في منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أو معاملات أو ممكن ليهتمام بنوع من أنواع الدراسة أو البحث أما بالنسبة للبيت العاشر فمنقول لك حاول أنك تدير بالك من أي توتر أو مخالف للقوانين ممكن هاي تسبب لك نوع من أنواع الإرهاق النفسي وممكن أنك تسمع نوع من أنواع العتاب أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فأنا شايف الموضوع على مستوى الأصدقاء اليوم أعلى حدية بشوي فعشان هيك ممكن اليوم تسمع شيء له علاقة بأحد الأصدقاء إما أنه بوترك أو بزعجك أو بيحمل نوع من أنواع القلق على أحد المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف بيت المتاعب يعني شوي روتيني خلال هذا اليوم فبتقدر تنجز الأعمال الضرورية ولكن بالمقابل بدك تهتم بشؤونك الصحية أكثر برج الثور طبعا القمر في البيت الثالث فعشان هيك اليوم بكون فيه نوع من أنواع النشاط بالاتصالات أو بأمور بتتعلق بالسفر أو التنقلات السريعة كونوا أكثر صبر على الطرقات يوم مناسب لاجتياز امتحان عبر عن رأيك ولكن بهدوء وبدون إثارة العدوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة يعني اليوم ما رح تهدأ وطيرتك يعني رح يكون عندك كثير من الحركة والاتصالات اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد على المستوى النفسي بدعمك بشكل قوي نفسيتك أحسن بالعكس أنت شاعر بنوع من أنواع الراحة وهذا بدعمك بشكل إيجابي خلال هذا النهار في تسيير أمورك أو حتى إنجاز بعض الأمور المهمة أما بالنسبة للبيت الثاني فشايف الوضع المالي أنا روتيني يعني لا إيجابي ولا سلبي وعلى حسب طبيعتك وعلى حسب شغلك ممكن أنت اليوم صير بعض التحصيلات أو المردودات المالية والمصاريف برضو نفس الشيء أما بالنسبة للبيت الثالث كما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع شايف الأمور برضو على مستوى البيت اليوم مريحة في نوع من أنواع التواصل الإيجابي اللي بيجمع ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم في بعض الشؤون المنزلية أو الاهتمامات كمشتريات أو تصليحات أو اهتمامات بيتية أو عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي وخصوصا من ساعات الصباح بيدعمك بقوة وبيجعل في نوع من أنواع المحنية أو الحنين إلك للتواصل مع الأحبة أو الاتمئنان عليهم أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور روتينية فبتنجز الأعمال أنت على حسب القدرات أو على حسب الموضوع يعني بتوزع الأمور كأن هذا مهم وهذا أهم فأنت رح تركز على الأمور المهمة أكثر في منكم ممكن ينشغل في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور الصحية كأدوية أو شراء فيتامينات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا بشوف أنه شوي فيه أمور يعني فيه نوع من أنواع الضغط على مستوى البيت الثامن إما مطالبات أو بعض الالتزامات أو أمور إلها علاقة بالمواريث أو أمور غيبية أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت التاسع شوي فيها بعض الأشياء الإيجابية اللي ممكن أنها تحقق يعني بعض النتائج إلها علاقة بالاستيراد بالتصدير بالتواصل مع شركات أجنبية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن الاهتمام في مسائل إلها علاقة بالقوانين والتشريعات وأشياء من هذا القبيل اللي عندهم امتحان أو عندهم دراس اليوم يعني يحاولون أنهم يعتمدوا على جدارتهم على دراستهم ما يعتمدوا على الحظ أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف البيت العاشر برضو بيت السمعة يعني شيئا ما إيجابي بيدعمك في كثير من المسائل وبتقدر تنجز بعض الأعمال بالتعاون ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو بيحدته أعلى برضو من الأمس فهذا ممكن يجيب بعض الأحداث أو بعض المشاكل اللي بتتعلق بالأصدقاء أو المعارف وممكن يكون في منها حزن أو زعل على صديق معين إما بتصرفه أو بكلامه أو حتى شيء بيصير معه أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه ضاغط كثير عليك اليوم فعشان هيك بدك تدير بالك على صحتك ما تحاول أنك تغامر وتجازف وبرضو في المقابل بدك تنجز الأعمال الضرورية وحاول أنك تراقب غذائك وتأخذ قسط كافي من الراحة برج الجوزاء كما فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بعود له أو بيحصل على هدية أهم شيء أنك تخففه من النفقات بتناقش مواضيع تمويل أو قرد أو تحصيل على تسوية أو الإشي اللي أنت بتحلم فيه في الأمور المالية يعني ممكن أنه أنت كنت تطلب بعملية جدولة لديون وكانت الفترة الماضية صعبة اليوم ممكن تحصل على هاي التسوية بتفتح أمامك أبواب الحوار والنقاشات البناءة برر مواقفك ووضح أي سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف البيت الأول جيد يعني النفسية أحسن عندك قدرة على إنجاز كثير من المهام خلال هذا النهار وممكن تنشط فيه أكثر من انتجاه خلال هذا اليوم بتحس بحيوي ونشاط عالي جدا أما بالنسبة للبيت الثاني كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث اليوم أنا شايف أنه على المستوى العملي عندك نشاط كثير اليوم تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك عندك نشاط عالي اهتمام بالاتصالات ومرضو اهتمام إلك إما بأحد الإخوة أو بأحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت الأمور جيدة الأمور هادية في نوع من أنواع التواصل أو الإيجابيات اللي بتتعلق فيك بأحد أفراد العائلة وممكن تنجز بعض الأمور المنزلية أو الاهتمامات العائلية أو حتى أمور العلاقة بتصليحات أو ترميمات أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف العواطف عندك اليوم شوي متقلبة يعني في نوع من أنواع الحدية أو المزاجية في العاطفة فعشان هيك بتتقلب العواطف عندك بين إيجابي وسلبي حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية على أساس أنك تتجاوز هاي الضغوط أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني تماما على مستوى العمل صحيح أنه بفتح لك بعض المزايا أو بعض الإيجابيات على مستوى العمل وممكن تنجز كثير من الأعمال ولكن برضو بالمقابل بدك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكي الأمور جيدة في نوع من أنواع التواصل الجيد والبناء ما بينك وبين الشركاء فعشان هيك حاول أنك أنت تستغلها من ناحية إيجابية لا التقارب للمصالحة أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا بشايف أنه أنت اليوم عندك شغف للإصراف أو لدفع الفلوس أو للمشتريات أو التزامات فعشان هيك بدك تحاول تمسك حالك قدر الإمكان عشان ما تورط حالك بمصاريف أنت بغنى عنها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور علمية أو بحثية أو دراسة أو ممكن حتى نشاط على مستوى التنقلات أو راق إلى علاقة بالسفر أو بالامتحانات أو بلغة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا بقول لك حاول أنك ما تغامر كثير وما تجازف على مستوى سمعتك حاول أنك ما تهدد سمعتك بأي تشويه حاول أنك تحافظ على علاقتك بزملائك ورئيسك بالعمل وحاول أنك تنجز بالتعاون معهم أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف فيه نوع من أنواع الضغوط فعشان هيك ممكن هيتوتر العلاقة ما بينك وبين صديق أو ممكن تقلق عليه أو يكون فيه نوع من أنواع المشاحنات أو تتهرب من مسؤولية معينة اتجاه أفراد من اللي بيعرفوك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف بيت المتاعب شوي جيد يعني بدعمك بشكل إيجابي وهذا بأهلك لإنجاز كثير من الأعمال أو المتطلبات اليومية وممكن منك خلالها أنك أنت تراقب صحتك أو غذاءك أو أمور إلها علاقة بأمنك وأمانك برج السرطان طبعا القمر عندك لليوم الثاني يبل ما ينتقل للأسد عشان هيك أنتوا مشحونين للسبطاقة وحيوية وقادرين على إنجاز الكثير من مشاغلكم ما تتردد في فرض وجهة نظرك بترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة بتحمل الفترة هاي تقدم وأخبار جيدة وبتعيد النشاط لحياتك اليومية تعتبر هاي من ميزات هاي الفترة اللي تعتبر من أفضل الفترات خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الثاني برضو جيدة ممكن إنها يعني تجيب لك شوية مردود مالي أو ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية من عمل إضافي وفي منكو ممكن يسترد أموال إله أو أشياء لها علاقة ببعض المستحقات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف على مستوى البيت الثالث برضو بتنشطه اليوم في الاتصالات والتنقلات وحتى عملية التواصل مع أشخاص داخل البلاد أو خارج البلاد ولكن إنه الأكثر بكون داخل البلاد في منكو رح يهتم بنقاش بمسألة معينة أو ممكن يهتم بأمور العلاقة بالسيارة أو بالتليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية ولكن الأمر تقريبا روتيني وأنت مسيطر على الأمور فيه نوع من أنواع التقلب في المزاج البيتي ممكن مسؤوليات الزيادة أو بعض الخلافات أو بعض التوتر العائلي أو بعض الالتزامات للزيادة عليك لا تشكي ولا تتذمر يعني الأمور بس بدها انتباه وبتمشي الأمور بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني الأمور تقريبا من ساعات الصباح بتصير نشطة ممكن ترغب اليوم بتواصل مع حبيب أو التواصل مع الأحباء أو ممكن أنه يكون فيه شيء عاطفي أو رومانسي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الروتين على مستوى العمل فعشان هيك ممكن تتكاسل بإنجاز بعض الأعمال وممكن برضو أنه يكون فيه قلق أو اهتمام صحي أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكي شايف الأمور فيها نوع من أنواع الحدية فعشان هيك يحاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية بدون ما تعمل أي مشاكل أو خلافات ما بينك وبين الشركاء بالمال وبالعاطفي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور تقريبا نقدر نحكي جيدة ممكن أنك أنت اليوم تحل بعض المسائل المالية أو تهتم في بعض الأوراق أو توقيع على أشياء معينة أو معاملات ممكن بنكية أو قروض أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالتسهيلات أما بالنسبة للبيت التاسع فشايف أنا أنه عكس البيت الثالث يعني بضغطك على المستوى الخارجي بسبب لك نوع من أنواع التوتر والعصبية إلا أنه هو إيجابي مش سلبي وممكن تهتم إما بالدراسة أو بمواضيع أوراق قانونية أو بعض المسائل اللي إلها علاقة بأشياء مثل امتحانات دراسة لغة اهتمام بعوراق اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير اليوم بنشطوا برضو بشكل كبير وفيه ممكن بعضكوا يسمعوا أخبار من الخارج شوي تزعجوا أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور على مستوى البيت العاشر متقلبة شيئا ما على مستوى السمعة فعشان هيك منقول لك حاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية ما تدخل بأي مشاحنات ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل انجز المطلوب منك وحافظ على سمعتك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زالت الأمور برضو فيها نوع من أنواع الضغط ولكن مش مثل الأيام الماضية بالعكس اليوم فيه نوع من أنواع التقارب أو الاتصال في بعض أفراد الأصدقاء أو المعارف وممكن أن يصير فيه تقارب أو حل مسألة معينة كان فيه عليها لبس بالأيام الماضية أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف بيت المتاعب فيه نوع من أنواع الضغط الخفيف فعشانيك منقول لك حاول تنجز الأعمال الضرورية وحاول تهتم بصحتك وحاول أنك أنت تهتم بأمور إلها علاقة بأمنك وأمانك أو حتى بالأشياء اللي بتخوفك أنه تكون حذر منها مرج الأسد طبعاً لليوم الأخير بظل فيه نوع من أنواع الضغط بسيطر عليكم التعب لليوم الثاني لأنه القمر موجود لسه في بيت متاعبكم لغداً إن شاء الله بتصير الأمور أحسن لأنه القمر بصير عندكم اليوم بتكت حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل حاولوا أنك تخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو التعب الصحي خلال هاي الفترة يعني الأمور دائماً بتكون ضغطة على الأمور الصحية وعلى بعض تعطيل القرارات أو الأمور اللي أنت بتحب تنجزها فيه ممكن تحصد يعني يصير نوع من أنواع الفشل على مستوى أعمالك يعني حاول أنك تأجل الأمور الحاسمة لغاية بعد الغد لغاية إنه ما ينتقل القمر لعندك أو للغد بتكون الأمور أحسن ممكن تنجز كثير من المهام بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف يعني فيه تقلب في المزاج اليوم ما بين إيجابي وسلبي على أكثر من مرحلة ولكن بتشعر بأنه طاقتك ضعيفة وعندك نوع من أنواع التردد أو أنه ما عندك رغبة بإنجاز كثير من المهام أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي شيئا ما فيها نوع من أنواع الحركة أو الاتصالات ولكن ما رح تكون مجدية ممكن يصير تأجيلات لغاية الغد أو ممكن إنه بالغد بتكون الأمور انحسمت بشكل جيد وتكون دافع معنوي لإلك أو إيجابي على المستوى المالي ولكن ممكن تهتم ببعض المشتريات أو بعض المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف إنه حتى النشاط عندك اليوم ضعيف بتحس إنه أنت حابب تأخذ راحة أو ما بدك تنجز أشياء مهمة ممكن إنه حتى على مستوى النقاشات تكون على طبيعتك يعني تجاوب على قد السؤال أو حتى ما عندك رغبة للإيجابة اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم خصوصا على المستوى المدرسي الأساسي أو الثانوي بده يفرغ حاله بشكل جيد ويدرس لأنه ما في مجال الاعتماد على الحظ أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت يعني في بعض الطمأنين فيه ممكن بعض الهدوء أو التودد أو الأمور اللي ممكن تجمع ما بينك وبين الحبيب وممكن إنه يكون في نوع من أنواع التواصل الإيجابي اليوم للإطمئنان عليه أو تفقده أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على المستوى البيت السادس إنه أنت على مستوى العمل يعني شيئا ما في كسل عندك أو أنه بتنجز بس الأعمال الضرورية ولكن برضو الواضع الصحي عندك ممكن شوي يكون بده بعض الرعاية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت السابع برضو جيدة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك يكون إيجابي وممكن مصالحة ممكن أمور إلها علاقة بأنك أنت تلجأ له في أمر معين وهو يساعدك فيه أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى الأموال المشتركة فيها نوع من أنواع الضغط فهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك ممكن تكون مصري في زيادة أو قلق بالنسبة للوضع المالي إذا استمرت الأمور كمان شوي على نفس الضغط هذا ممكن أنها هاي الأمور تسبب لك نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف على مستوى البيت التاسع يعني الأمور شيئا ما فيها نوع من أنواع الإيجابية بتشجعك على الاتصالات الخارجية رغم انه ممكن تنزعج من بعض الاشخاص او من بعض الاتصالات او من استفزاز اشخاص لايلك فهذا ممكن يسبب لك نوع من انواع الارباك خلال هذا النهار او يثير عصبيتك حاول تمسك حالك قدر الامكان اللي عندهم امتحانات على المستوى الجامعي امورهم جيدة ولكن برضو منقول لهم بما ان القمر في بيت المتاعب بدك تعتمد برضو على دراستك اكثر ما تعتمد على الحضود اما بالنسبة لبيت العاشر فانا شايف الامور على مستوى البيت العاشر جيدة بتدعم مستوى السمعة عندك ولكن ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فهو شيئا ما تقريبا يعني روتيني ولكن انه اقل من الروتين بشوي لانه ممكن يخليك انه تمل او تتجر من بعض الاصدقاء او ممكن تنزعج او تذايق من اتصال بعض الاشخاص فيك باسباب طبعا ترجع لحسب طبيعتك ولكن انه في تهرب من التواصل مع بعض الاصدقاء خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات مرج العدراء ابتنشطوا اليوم اجتماعيا وممكن تلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك يا في مناسبة سعيدة ولكن بدكوا تتجنبوا انتقاد احدهم بناسبك العمل من ضمن مجموعة او من ضمن زملاء او من ضمن الاهل انت بحاجة لتحالفات خلال الفترة هاي ابتفرح لتفاهم الاخرين لا اليك وممكن تحصد على تأييد وممكن تشارك في ورشة عمل اليوم اما بالنسبة لبيت الاول فانا شايف ما زالت الامور تقريبا شبه جيدة نفسي تكل شوي مرتاحة خلال هذا النهار ممكن ان تكون عندك بعض القرارات الحاسمة خلال هذا اليوم اللي ممكن انت تتخذها اما بالنسبة لبيت الثاني فانا شايف على المستوى المالي يعني تقريبا روتيني الامور ولكن بدك تدير بالك بشوي من المصاريف لانه ممكن تفتح لك بابواب من النفقات او الدفعات اما بالنسبة لبيت الثالث فانا شايف الامور جيدة على مستوى التواصل والنقاش والبحث بعض الامور او الدراسة او التحليل او التسويق كلها هاي امور جيدة حتى على مستوى تنقلاتك بتكون ايجابية اما بالنسبة لبيت الرابع فانا شايف الامور على مستوى البيت الرابع يعني ممكن انه تكون ايجابية اعلى من روتيني بشوي وممكن يكون في اهتمام عقاري او اهتمام في مسائل بيتية او مشتريات او التزامات عائلية او ممكن اجتماع عائلي اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف اليوم المسائل العاطفية ممكن تتحرك عندك شوي خلال هذا النهار ولكن ما بدك تنزعج من الحبيب لتصرف معين او تتدايق ممكن يصير فيه تصرف فيك يذيقك عاطفي ولكن اجمالا الامور اعلى من روتيني فممكن انت تكسب من خلالها اشياء ايجابية اما بالنسبة لبيتك السادس فهو ضاغط عليك على مستوى العمل في عندك كثير من الاعمال اليوم او الالتزامات ممكن شوي يكون فيه نوع من انواع الارق او التعب او التهرب من بعض الاعمال او ترمي على زملائك المسئولية اكثر في منكم ممكن يقلق بشأن صحي او الاهتمام بامور صحية اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور روتينية يعني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي برضو اليوم يعني شوي ممكن يكون ما بينك وبين الشريك بعض التناغم في شيء معين ولكن برضو على طبيعتك اذا انت كنت من الاشخاص المنتقد اللاذع ممكن انك تسبب مشكلة اما بالنسبة للبيت الثامن يعني بعض الامور المالية الطارئة ممكن تظهر اليوم بعض المتطلبات او المطالبات المالية او الدفعات او الاهتمام بقروض او سلف او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت التاسع فهو اي جيدة على مستوى الاتصالات بتفتح لك مجالات للتواصل مع اشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام باوراق قانونية او معاملات او حتى دراسة لغة او ثقافي معينة يعني بتهتم على اكثر من مستوى الى علاقة بالبيت التاسع بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الامور يعني شبه جيدة يعني ممكن انه نقول انه اليوم جيدة ولكن ما في داعي للمغامرات القانونية اذا ما غمرت قانونيا معناته على مستوى السمعة الامور جيدة اما بالنسبة لبيت الاصدقاء يعني شوي مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بدك تكون حذر من اشياء واشياء بتكون ايجابي اما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تكون جاهز انه هذا اخر يوم بعدين القمر رح ينتقل لبيت المتاعب ممكن انه يعطل عليك كثير من المسائل فعشان هيك حاول تستغل هذا اليوم لانجاز كثير من الامال وراقب وضعك الصحي اجتهد ليعني ترتيب مخطط اليومين اللي قادمات لانه بما انه الشمس رح تنتقل للقمر رح ينتقل للأسد معناته رح يصير في ضغط عليك حاول انك انت تستغل الفترة هاي بشكل ايجابي عشان الامور تكون لصالحك مرج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم يوم مناسب للي بيبحث عن عمل او بيدو يرغب بتطوير عمله ممكن تشعر انه شوي في محيطك المهني او الاجتماعي ما بيتعاطفوا معاك او ما بيتعاونوا معاك اهم اشي انك اليوم ما تخشى المواجهة او المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح ممكن يكون باليوم هذا في نوع من انواع القلق او التوتر اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور على المستوى البيت الاول فيها نوع من انواع التقلب في المزاج خلال هذا النهار يعني بتحس انه في بعض الذبذبة بتصير عندك بدك تحاول انك تمشي هذا اليوم باي طريقة بكرة الامور بتصير ايجابية اكثر ولمصلحتك اكثر اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور على المستوى البيت الثاني في بعض المصاريف او المتطلبات المالية او ممكن يكون في بعض الالتزامات عليك اليوم او المشتريات في منك رح يهتم بتحصيل بعض المستحقات وفي منك ممكن يحصل على اشياء بسيطة بتتعلق بامور العمل الاضافي اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف على مستوى النقاشات اليوم في نوع من انواع الروتينية عندك ولكن ممكن برضو يكون في نوع من انواع العصبية في وقت من وقت لاخر حاول انك تمسك اعصابك في النقاشات الحدي وحاول انه حتى تواصلك مع ابنائك او بالدراسة وبالامتحانات ما تتسرع اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور على مستوى البيت جيدة في نوع من انواع الروتين على مستوى البيت بتقدر تنجز العمال المطلوبة منك وممكن تهتم بقضايا عائلية او مسألة بتعمل نوع من انواع التقارب بينك وبين افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي شوي الامور فيها ضغط وخصوصا انه يعني بتسبب لك نوع من انواع التوتر او التقلب في المزاج العاطفي عندك حاول انك ما تخلي هاي الامور تسيطر عليك حتى لو صار شيء عاطفي استفزك امسك اعصابك اما بالنسبة للبيت السادس فالامور يعني تقريبا نقدر نحكي جيدة على مستوى انجاز بعض الاعمال وممكن تنجزها بالتعاون مع زميل او رئيسك بالعمل وفي منك رح يهتم بشؤون صحية اما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني تماما ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي خلال هذا النهار الا انه يعني شوي ممكن هيك يصير فيه سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك ولكن مش هالاشي الكثير ممكن تتجاوز هاي المرحلة اما بالنسبة للبيت الثامن يعني على مستوى بيت الاموال المشتركة يعني ممكن يلفت انتباهك بعض الديون او بعض الالتزامات او التعامل مع مؤسسة حكومية او طلب قرد او مستحقات لايلك اما بالنسبة للبيت التاسع فيعني شيئا ما فيها نوع من انواع الضغط والسلبية انه يعني بتقتصر اتصالاتك على شخص او اتنين من معارفك وبكون مهم جدا وفي منكو ممكن يسمع خبر شوي ينزعج منه جاي من خارج البلاد اما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني الامور تقريبا منا نحكي فيها نوع من انواع الحساسية من بعض الاصدقاء او من بعض المعارف او ممكن تصرف شوي هيك يزعجك او يسوي لك نوع من انواع ردات الفعل العصبية اما بالنسبة لبيت المتاعب فالامور جيدة ما في اي شيء بخوف تقدر تنجز الاعمال المهمة اليوم وتهتم في صحتك وتاخذ قصد كافي من الراحة وممكن تهتم بشؤون الها علاقة اما بالتغذية او في الفيتامينات او مراقبة الوزن او اشياء من هذا القبيل مرج العقرب اليوم بزيد النشاط عندكو اكثر من يوم امس في امور الها علاقة باوراق تتعلق بالسفر او اشياء الها علاقة ببوليس التأمين او بوليسة شحن او اشياء من هذا القبيل خصوصا للاشخاص اللي على رأس عملهم اما الاشخاص العاديين فبتكثر عندهم الاتصالات الاتصالات البعيدة والاغلب بتكونوا اكثر صبر اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة خصوصا الاشخاص اللي بتتنقل بين المدن او بتتنقل مسافات طويلة بتعيش اجمل لاحظات خلال هذا اليوم واكثرها حظ ممكن تختفي المنافسات والعدوات وبتسهل عليك جميع تحركاتك اهم شي انك ما تضيع فرصة هذا اليوم اذا كان في فرص جيدة حاول انك انت تستغلها اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف على مستوى البيت الاول شخصيتك اليوم عالية جدا بالطاقة عندك مزاجك عالي جدا في نوع من انواع الروح المرحة او المزاج الحلو هذا بعزز من طاقتك وبيخليك شوي ايجابي كثير مش شوي اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور المالية ما زالت روتينية يعني ما فيها الاشي الايجابي لكثير ولكن في منكو رح يسعى لتحصيل بعض الاموال او المستحقات اللي الو او يهتم ببعض الامور المالية في منكو رح يسعى لامور الها علاقة بالمشتريات او جدولة بعض الحسابات اما بالنسبة للبيت الثالث فهي جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والتواصل مع اشخاص داخل البلاد او خارج البلاد او مع اخ او جار وممكن يصير في اهتمام بامور الهلاقة بالدراسة او الامتحانات اما بالنسبة البيت الرابع فانا شايف على مستوى البيت شوي انت مضغوط يمكن هاي الامور اللي شوي بتربكك هذا الضغط ممكن اعمال زيادة او اضافية او ممكن مسئوليات واجبات بيتية كثيرة في الفترة هاي فعشان هيك بتحس انه في نوع من انواع العبئ عليك اما بالنسبة البيت الخامس البيت العاطفي جيد جدا بيدعمك بشكل قوي وممكن اليوم تعزز علاقتك مع الحبيب او ممكن يكون في نوع من انواع التودد العاطفي ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة البيت السادس يكون فيها نوع من انواع الضغط او الالتزام الكثير اللي بيسبب لك نوع من انواع الارق وممكن يكون فيه نوع من انواع المشاحنة ما بينك وبين زميلك في العمل او رئيسك في العمل الوضع الصحي شوي بدك يتراقب الشد العضل عندك لانه بالعنق ومنتصف الظهر واسفل الظهر هدول مناطق حساسة خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف على مستوى الشراكي الامور روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ولكن تقريبا نقدر نحكي انها غالب الى الايجابية اكثر بيت تعامل ما بينك وبين الشريك اما بالنسبة لبيت الثامن فالبيت الثامن روتيني تماما ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فبتتعامل عليه على مستوى وضعك او على حسب وضعك انت ممكن تهتم في هاي الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد مثل ما ذكرنا بالنسبة للبيت العاشر برضو جيد على مستوى العمل والسمعة ممكن اليوم تنجز كثير من الأمور بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أو الاهتمام ببعض المسائل الكبيرة أو يتوكل لك مهمة معينة فأنت بتنجز على أكمل وجه أما بالنسبة إلى بيتك بيت الأصدقاء بيتك 11 فشوي ما زالت الأمور بتحمل نوع من أنواع التوتر أو القلق ولكن مش كثير مش زي الأيام الماضية ولكن برضو ممكن تنزعج لخبر معين بتعلق بأحد المعارف أو أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تدير بالك اليوم حاول أنك تنجز العمال الضرورية والمهمة وما تغامر أثناء قيادة السيارة ما تخاطر ما تدخل بأشياء مشبوهة وفي نفس اللحظة الأمور يعني إجمالا على المستوى الصحي نقدر نحكي أنه يوم إيجابي حاول أنه بس أنك تهتم براحتك وبغذاءك مرج القوس اليوم رح تنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة رغم النفقات ثم فرصة لمكاسب أو مكسب مالي مصدر شراكي أو تعويض اتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع لإعادة بعض الأمور إلى نصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين عالج موضوع مالي أو إداري أو ممكن أشخاص منكوا يعالج مواضيع مالية أو إدارية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه الأمور تقريبا أنت طاقتك أحسن من الأيام الماضية رغم أنها قليلة ولكن نفسيتك اليوم أحسن ومرتاح أكثر من الأيام اللي مضت أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي برضو متقلبي خلال هذا النهار ما بين مصاريف وعلتزامات وضبط الميزانية يعني هاي الأمور أكثر إشي اليوم رح تشتغل عليها بالنسبة للبيت الثالث ما زالت الأمور على مستوى التنقلات والاتصالات والنقاشات ما زال مزاجك حد وعصبي فعشان هيك بحذرك من التهور والاندفاع أو العصبية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الأمر روتيني بتتعامل فيه على حسب الطبيعة والهدوء والطبيعة التعامل البيتي وعلى حسب نفسيتك وأوضاعك أما بالنسبة للبيت الخامس مستوى البيت العاطف اليوم أعلى درجة فعشان هيك اليوم ممكن يصير فيه تقابل ما بينك وبين الحبيب أو اتصال أو تلاقي على نقطة معينة بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى البيت السادس الأمور شيئا ما إيجابية بتقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة خلال هذا النهار وفيه منكم ممكن يهتم بمسائل صحية أو أي شيء العلاقة بالتغذية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي برضو يعني هو روتيني ولكن فيه ساعات ما بعد الظهر بصير إيجابي بصير فيه نقطة تلاقي ما بينك وبين الشريك اللي بتفتح يعني مجالات جيدة وتقارب رائع ما بينك وبين الشريك يعني شوي هاي بتحل بعض الأزمات أو ممكن تراجع عن قرار معين بتعمل نوع من أنواع التقارب أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن الاهتمام بأوراق قانونية أو ممكن اهتمام بالدراسة أو بلغة معينة أو نقاشات فلسفية أو دينية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه برضو جيدة بتدعمك على مستوى عملك اللي بيعملوا مع المؤسسات الكبيرة اليوم بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال بالتعاون ما بينهم بين زملائهم في العمل أو رؤساهم بالعمل ولكن حاول أنك تداوم في الوقت المناسب وما تخالف القوانين أما بالنسبة لبيتك 11 ما زالت الأمور مع الأصدقاء شوي بتحمل نوع من أنواع الحدية فممكن ما زالت الأمور ضاغطة على مستوى الأصدقاء فهذا شوي بأرقك أو ممكن تسمع خبر يزعجك أو نوع من أنواع التعاطف مع صديق معين بسبب ظرف معين يعني الأمور فيها نوع من أنواع التقلب العاطفي أما بالنسبة للبيت 12 فروتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي وعشان هيك اليوم تقدر تنجز كثير من المهام أو المتطلبات منك وفي منكم ممكن يهتم بشأن صحي أو شأن إلو علاقة بالعمل برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفي هاي فترة متوترة وممكن تتورط في أزمة ما ممكن تضطر للإبطاء في مسار خصوصا مسار لبعض الأمور أو الخطوات وممكن تغير نمط معين يعني أنا شايف أنه ما في ضرر من هذا التغيير ما أهمش أنك ما توجه الانتقادات لأحد أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا اليوم المزاج شوي برضو مش زي الأمس أحسن شوي ولكن برضو بيحمل نوع من أنواع الحدية والتقلب في المزاج وخصوصا في منتصف النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فضغط المالي أو الالتزامات أو المصاريف أو أمور مالية هي اللي بتربكك بالفترة هاي وبتسبب لك نوع من أنواع الأزمات النفسية فعشان هيك حاول قدر اللي كان يترتب شؤونك المالية بدون زيادة مصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور يعني بتحملك نوع من أنواع النشاط في الحركة والنقاشات ولكن بدك تحذر في لحظات معينة من العصبية وردات الفعل الغير مدروسة أما بالنسبة للبيت الرابع فشايف على مستوى البيت الرابع يعني الأمور شيئا ما روتينية ولكن برضو في بعض الالتزامات أو النشاط اللي بتطلب منك إنجاز بعض المهام العائلية أو البيتية أو اللي بتعلق في أمور عقارية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي فالأمور مستقرة رغم أنك أنت حاسس أنه عواطفك جياشي شوي ولكن ما بتعرف إيش اللي بجد خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك ولكن برضو بدك تهتم وتنتبه لوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن جيد يعني بدعمك بشكل قوي في أمور العلاقة بالأموال المشتركة فممكن اليوم تحصل على بعض الدعم أو ممكن تهتم في أمور تحسين الميزانية تحتك أو إشي العلاقة بالأوراق والمعاملات القانونية والمالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار على أمور الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو ممكن حتى بأمور قضائية وفي منكو ممكن ينشط بالدراسة أو الاطلاع على مواضيع فلسفية أو دينية أكثر من المعتاد أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايفه روتيني تماما بيت الصمعة عشان هيك بتنجز العمال المهمة في منكو رح يتواصل مع شركات كبيرة أو مؤسسات كبيرة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور ما زالت ضغطة على مستوى الأصدقاء وهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك أهم شيء ما تتحسس كثير إذا سمعت خبر بتعلق بأحد الأصدقاء بأزمة أو تعبان أو ممكن عنده مشكلة معينة يعني ممكن خبر شوي يزعجك خلال هذا النهار حاول أنك أنت ما تنفع لكثير أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى بيت المتاعب يعني بتقدر تنجز الأعمال الضرورية بتقدر تنسق واجباتك بشكل جيد وممكن تهتم بشؤون صحية أو رياضية أو أمور إلها علاقة بالمكملات وإنجاز الأعمال الضرورية برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاول إنجاز ما بوسعك دون إهمال صحتك ما تدخل في مواجهة مع زميل حاذر من تراجع صحي غير أولويات إذا دعت الحاجة أهم شيء أنك ما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل طبعا القمر الآن بلش يصير بمراحل المقابلة لإلك الآن في البيت السادس بدون ينتقل للسابع فهدولة أصعب مرحلتين بمروا عليك دائما في خلال الشهر هي المقابلة وبيت المتاعب أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم بتلاقي طاقتك ضعيفة شوي نوع من أنواع التقلب في المزاج في حدية عندك نوع من العصبية حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية اللي تطلع من هذا الضغط النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور عن مستوى البيت المال يعني شوي روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك ممكن تشكل لك برضو بعض الأزمات بالمصاريف الزيادة أو الالتزامات المالية أو الأفكار المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف على مستوى النقاشات والجدالات شوي فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع فعشان هيك يحاول إنك تمسك عصابك وما تناقش بعصبية خلي الأمور تمشي باتجاه صحيح اللي عنده امتحان أو عنده بده يساعد أبناءه بالدراسة اليوم بده يكون طويل روح وما يعتمد ما يعتمدوا لأشخاص اللي عندهم امتحانات أو مقابلات أو منطشات على الحدود بدهم يكونوا جاهزين أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت فيه نوع من أنواع الضغوط المتقلبة يعني ما بين التزامات ما بين مشاكل ما بين حل بعض المشاكل يعني أمور بتتقلب أو التزامات بيتية أو عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع بدعمك بشكل إيجابي مع الشريك وبعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبينه بالنسبة للبيت الثامن هو روتيني تماما على مستوى الأموال المشتركة لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيتك التاسع فبدعمك بقوة بشكل كبير ما بين الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات الحكومية أما بالنسبة لبيت العاشر فشايف في تقلب على مستوى العمل فهذا بيخليك شوي تتكاسل في بعض الأعمال أو ممكن تعتمد على بعض الزملاء أو رؤساك بالعمل بإنجاز بعض المهام أو يوزع المهام على أشخاص غيرك أما بالنسبة لبيتك 11 فهذا بيسبب لك نوع من أنواع القلق أو التوتر بسبب علاقة معينة أو صداقة معينة وممكن هاي تجيب لك بعض ردات الفعل العصبية إما أن تعاطف معهم بسبب الوضع اللي بمروا فيه أو سوء تفاهم ما بينك وبينهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور يعني شيئا ما روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشانيك منقول لك حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول تأخذ قسط كافي من الراحة حاول برضو تهتم بتغذيتك وشؤونك الصحية برج الحوت تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يعني بيقدم لك هذا الوضع شوي فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية ممكن يكون فيه تعارف أو ارتباط يعني نشطاتك متنوعة خلال هذا اليوم وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور برضو بتكون إيجابية يعني فترة إيجابية بدك تستغلها هذا آخر يوم حاول تستغلها بإنجاز كل إشي مهم خلال هذا النهار يبلما الشمس تنتقل يبلما القمر ينتقل لبيتك السادس أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا عندك جيدة نفسيا في عندك نوع من أنواع الثبات نفسيتك معززة بطاقة كبيرة ممكن اليوم تنجز كثير من المهام وتعزز أنك تهتم برضو بأمور جمالية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على المستوى المالي يعني الأمور شيئا ما فيها بعض المجالات الإيجابية اللي بتدعم ولكن برضو بالمقابل بتفتح عليك المصاريف والالتزامات المالية أو المشتريات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا اليوم تقدر تناقش بثقة وبجدارة وبتوصل فكرتك للشخص اللي أنت بدك ياه بكل أريحية في منك رح يهتم بأمور دراسية أو تدريس أبنائهم أو إخوانهم أو أمور لها علاقة بالامتحانات برضو كلها رح تكون جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه على مستوى البيت يعني الأمور أخف من الأيام الماضية في نوع من أنواع التلاقي أو التأقلم ما بينك وبين أفراد العائلة اللي بتفتح لك بعض المجالات للحوار وممكن تتراجع عن قرار كنت متخذه بالفترة الماضية أو يصير في نوع من أنواع التلاقي أو التقارب على مسألة معينة أو الاهتمام في مسائل بيتية أو عقارية كترتيق الترميم مشتريات التزامات أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني شيئا ما إيجابي برضو بدعمك في إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو بيخليك تهتم شوي بشؤونك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن برضو أنا شايف أنه فيه روتينية إلا أنه برضو بتسعى أنت لتحصيل بعض الأموال اللي بتعود لك اللي إلها علاقة بمستردات أو مستحقات أو بعض الأشياء اللي إلها علاقة بتحسين الوضع المالي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو الاتصالات البعيدة مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو شؤون قانونية فيه منك رح يكثر بالتنقلات والتحركات يديروا بالهم بس على الطرق المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العمل تقدر تنجز كثير من المهام والأعمال وفيه منكم ممكن ينشغل في أمور إلها علاقة بعمل جديد أو بتوكله عمل جديد ولكن بتعاون مع زميل أو رئيسه بالعمل أما بالنسبة للبيتك 11 فهو ضاغط على مستوى الأصدقاء ما زال في نوع من أنواع الضغط بسبب لك نوع من أنواع التوتر من علاقة معينة أو من صديق معين وممكن أنه قلق على أحد الأشخاص اللي أنت تعرفهم أما بالنسبة للبيت المتاعب فأنا شايف الأمر الروتيني يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن حاول في ساعات الظهر أنك شوي تنتبه لصحتك أكثر حاول أنك ما تغامر كثير خلال هذا النهار إنجز العمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة